السلام عليكم أنا منجي غانم اليوم بدي أحكي عن تحليل نتائج الاختبار الإلكتروني أوتوماتيكيا باستخدام خدمات جوجل طبعا أكثر من واحد سألني إذا أنا عملت اختبار هيك في النماذج إحنا شرحنا في حلقات سابقة كيف نعمل اختبار فإذا عملت اختبار كيف بدي أوتوماتيكيا أحلل النتائج فهون مثلا أنا عندي في الاختبار خنايا نفرج بشكل سريع أتصميم الاختبار ثلاث أسئلة شو عاصمة فلسطين عاصمة السعودية عاصمة الأردن ضروري أنك تحولوا لاختبار من هون الاختبارات تفعل هذا الخيار جعل هذا اختبار وبتضغط على حفظ بعدين بتيجي على كل سؤال وبتحط الإجابة النموذجية لهذا السؤال وبتحط عدد النقاط أنا حطت الإجابة النموذجية وعدد النقاط نقطة لكل سؤال فالإجمال النقاط عندي ثلاث الآن لما يجاوبوا الناس هاي فيه ناس هون عندي يجاوبوا فيه ناس بيجاوبوا صح ناس غلط ليش أنا عملته اختبار عشان يصير عندي عمود اسمه النتيجة ويحط لي فيها قيمة النتيجة طيب الآن وين موضوع التحليل الموضوع أنك أنت بتيجي هنا بتنشئ صفحة جديدة هون في هاي المنطقة عن طريق إشارة الزائد إضافة ورقة تنشئ هون ورقة بتسميها تحليل النتائج وبتيجي هنا بتحط المعايير اللي بدك إيها مثلا أعلى علامة كام أقل علامة كام معدل العلامات وهكذا مثل ما احنا شايفين هون فخلينا نشوف شو هي الفكرة البسيطة من هذا الموضوع الفكرة اللي هي بالدالة اللي بدك تحطها إنها تكون تستوعب إنه لما الناس يجاوبوا لما يكملوا إجابات يعني هون مثلا أعلى علامة وأقل علامة خلينا نتفرج على الدالة تبعتها ماكس اللي هي دالة ماكس المعروفة بي ثنين إلى بي وفقط شوفوا إلى بي مش إلى بي عدد معين طبعا هاي علامة التعجب وردود النماذج النموذج واحد هاي لأني أنا هون جيت على صفحة ثانية أخذتها فبحط اسم النموء الورقة اللي عندي هون اللي هي ردود النموذج واحد بعد إشارة التعجب إذن خلينا نحكي بشكل عملي كيف هاي الأشياء بدنا نعملها شوفوا هاي بدي أحذفها إذن هاي منحكي يساوي ماكس هاي هو الإنجليزي ماكس وبفتح قوس القيمة ماكس إيش وأنا فاتح القوس باجي على ردود النموذج وبحكيله ماكس هاي القيم اللي عندي اللي هون اللي هي من بي ثنين وبضل نازل طب لوين أضل نازل هون الفكرة اللي حكيت عنها بدي أعطيه قيمة مش لبي معين لأني ما بعرفش قديش اللي بدهم يجاوبه وبجوز واحد يجاوب مرتين وبجوز أكثر من شغلي تصير فبدي كل ما حدا جاوب يدخل ضمن نطاق إنه يحسب له الماكسيموم إذن هاي حددت أنا من بي إلى كذا بسكر الكوس وبضغط انتر فهون شو صار عندي أعطاني ماكسيموم خلينا نقرب عليها من بي تو إلى بي ثمنتاش لأن أنا حددت لبي ثمنتاش هاي الثمنتاش باجي بحذفها هون الفكرة وبضغط انتر الآن المعادلة شغالة عندي على كل أنصر جديد وكل صف جديد بيجي على البيانات اللي عندي هون بنفس الطريقة بعمل أقل علامة بدلة المينيموم بعمل المعدل بدلة الأفرج وبعمل العلامات الكاملة مثلا اللي هي بدلة كاونت إف بحكيله كاونت إف عدلي من بي ثنين إلى بي مع علامة التعجب هاي خلينا أعملها هاي قدامكم هاي مثلا ها ديلي بحكيله يساوي كاونت إف وبفتح قوس شو النطاق بحكيله النطاق باجي هون على بي هاي اللي هيك وبضل نازل شوفوا وبحط فاصلة بأخذ أي نطاق خسابة محاها بحط فاصلة شو المعيار المعيار بتفتح ضبل كوتيشن وبتحكيله يساوي ثلاث وبتسكر القوس هيك انت بتحكيله المعيار كم واحد جايب علامة كاملة شوفوا ليش طلعت أربعة وقال منها هي سبعة من بي ثنين لبي خمستاش لأنه هو فقط لبي خمستاش حسب فباجي بمسح الخمستاش وبضغط انتر فصارت شو المعادلة عندي هنا من بي ثنين إلى بي بغض النظر لوين يوصل المعيار إنه تساوي ثلاث كم واحدة تساوي ثلاث سبعة طبعا بجوز واحد يسأل طب كيف ثلاث ما هي هاي ثلاث من ثلاث لأنه لو تيجي هون تنتبه العمود اللي بنشئه القيم اللي فيه شوفوا شو القيم هي قيم فقط أرقام العناصر أرقام يعني مجموع العلامات اللي جابها وهاي من ثلاث هاي جزء من العرض فقط يعني هي مش جزء من قيمة الخلية نفسها يعني هاي الخلية قيمتها ثنين هاي قيمتها ثنين هاي قيمتها ثلاث هاي من ثلاث هاي تضاف إضافة فقط كمنظر على الخلية عشان تبين النتيجة إذن هاي تحليل النتائج نفس الطريقة بتوجد عدد الناجحين بتحط هنا معادلة count if وبتحط إنه مثلا أكبر من أو يساوي اثنين هاي حسب طبعا المعايير اللي عندك في الاختبار ونسبة النجاح بتحطها إنها b7 على b6 اللي هي عدد الناجحين على عدد الطلاب كلهم أو عدد الراسبين على عدد الطلاب كلهم عشان تطلع النسبة المئوية طيب الآن إذن هاي صارت في عندي صفحة اسمها تحليل النتائج أوتوماتيكيا الآن شوفوا انتبهوا هون العلامات الكاملة 7 وعدد الطلاب 27 الآن لو آجي أنا أقدم الامتحان بس عشان بتتأكدوا من إنها شغالي أجي بدي أجاوب كل الإجابات صحيحة هون القدس وهون الرياض وهون عمان وأكبس إرسال أول ما أكبس إرسال هاي راحة النتيجة أولا هون أشوفوا عرض النتيجة الطالب بقدر يراجعها هايها ثلاث من ثلاث ولكن تحليل النتائج شو صار عندي صارت عدد العلامات الكاملة 8 وعدد الطلاب 28 وعدد الناجحين زاد وارتفعت نسبة الناجحين الآن عملت هون أنا كمان ورقة بس تحتوي على قطاع دائري بحكي عن عدد الناجحين وعدد الراسبين فقط هيك مجرد رسم توضيحي هذا الرسم التوضيحي كيف أنا عملته باجي هون بحدد نسبة النجاح ونسبة الرسوب وبروح على ادراج مخطط فبعرض لي المخطط اللي هو بشوفه مناسب لهاي القيمتين ومن هون تقدر انت تخصص اكثر شكل المخطط مثلا بدي هيك يكون دائري 3D هذا المخطط وانا محدده من هون هيك لما تحدد المخطط كله بتيجي بتعمله نسخ وبتيجي هون على الصفحة وبتعمله تحرير لصق اذا هاي صارت عندك هون الصفحة مخصصة فقط لهذا المخطط وهذا المخطط بيظل مربوط مع الامتحانات بحيث انه بتصير هاي الدائرة تزيد وتنقص مع نسبة الناس اللي قدموا الان كل صفحة من هاي الصفحات بتقدر تروح على ملف وتعملها نشر على الويب اذا بدك تنشر فقط صفحة النتائج من هون بتقدر تطلع رابط وبتقدر تضمنها في داخل صفحة تعملها انبد داخل موقعك الالكتروني مثلا فمن هون مثلا بتروح على رابط او تضمين اللي بدك اياه خلينا نجرب رابط عشان اسهل للتجريب المستند بيأكمله ولا بس بدك نسبة الناجحين والراسبين انا بدي مثلا بس نسبة الناجحين والراسبين شو بدك الصيغة اللي الها صفحة ويب صفحة HTML نشر فشوفو لما اضغط هون نشر بعطيني رابط هذا الرابط مثلا بروح بعطيه لمدير المدرسة فلو اجا مدير المدرسة هون فتح على هذا الرابط هيروحت على انكوجنيتو عشان ما اكونش داخل باي حساب بفتح معا صفحة انترنت فيها فقط نسبة الرسوب ونسبة النجاح ومتغيرة بتظلها مربوطة بالموقع بحيث انه كل ما يقدم واحد يعاد نشر هاي المادة هاي هذا الصح اكدوا انه موجود عليه صح اعادة النشر تلقائيا عند اجراء تغييرات عشان كل ما واحد تقدم امتحان هذا التعديلات تتخزن على هاي الصفحة اذا اليوم احنا شرحنا كيف نحلل نتائج الاختبار بشكل اوتوماتيكي مجرد ما الطلاب يقدموا الامتحان كل نتائج كل تحليل نتائج هذا الاختبار تكون جاهزة عندي بهاي الطريقة وكيف نرسم لها رسم بيانة لنسبة النجاح ونسبة الرسوب شكرا لكم بطمئن نتكون استخدتو شكرا لكم